بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصفاء السادس في مدرسة قرطاج المادن اليوم الرياضيات الوحدة الخامسة درس حجم متوازن مستطيلات المعلمة إيمان القرائشي درسنا حجم متوازن مستطيلات يمأحكي حجم بجبالي حجمين حجم متوازن مستطيلات وحجم مكعب انتبهوا معي على كتاب المدرسة الاس Pikachu هناش Bloom هنا الحجم متوازن مستطيلات هنا هل نحن حجم متوازن مستطيلات ثم هنا حجم مكعب هذا الشيكو المكعب وهذا متوازن مستطيلات انتبهوا معي على متوازن مستطيلات هناErти vegetal 8 سنتي العرضا 5 سنتي الارتفاعا 6 سنتي معان الانتبول العرضا 10 سنتي يعرضا 5 سنتي الارتفاعا 15 سنتي المتوازن المستطيلات ممكن اشبه لكم لي عشان تذكروا الابعاد الثلاث في الغرفة الصفية الغرفة الصفية او غرفتكم بالبيت هي عبارة عن حجم متوازن المستطيلات شو هي الابعاد فيها؟ عندنا الارض هي القاعدة صح؟ الارض لها طول الغرفة لها طول ولها عرض اذا هي الابعاد القاعدة وايضا لها ارتفاع هاي بالنسبة للتوازن المستطيلات بالنسبة للمقاعب تلاحظوا الابعاد له يعني مثلا هذا السؤال الموجود عندي في الكتاب معطينا الابعاد في الرسمة 2 سنتي 2 سنتي 2 سنتي تلاحظوا انه ابعاد حجم المقاعب متساوية بس برضو بقدر احكي عنها هاي طول وهي عرض وهي ارتفاع فممكن انا هاي الابعاد لانها متساوية احكي عنها ضلع 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 لانه المقاعب هو عبارة عن مساحة مربع قاعدته مربع ضلع بالضلع دعنا الاجئة للدرس إحنا حكينا انه حجم متوازن مستطيلات في ابعاد ثلاثه اللي هي الطول والعرض والارتفاع شو العلاقة بيناتهم بضرب انك تضرب الطول؟ ضرب العرض kytheril ايضا حجم متوازن مستطيلات ممكن انا بدل الطول والعرض احطهم ايش مساحة القاعدة مساحة القاعدة vì ازنا هاي القانين رح استخدمها بالنسبة لح جم متوازن مستطيلات بالنسبة للمكعب حكينا الاطوال الطول والعرض والارتفاع متساويين اذا ممكن احكي الضلع بالضلع بالضلع يعني حجم المكعب هو الضلع تكريب انتبه معي على السؤال الموجود قدامكم هم في عنا طالب نجد حجم متوازنة سطيلات طوله 10 سنتي وعرضه 5 سنتي وارتفاعه 3 ديس متر طلواني على السؤال ولاحظ هنا بالسؤال انه انا بطلع عنده طول 10 سنتي والعرض 5 سنتي والارتفاع 3 ديس متر المطلوب منكم يا مس انتبهوا معي هون بطلع على الابعاد سنتي سنتي وديس متر بلاحظ انه في اختلاف فيه سنتي وفيه ديس متر فالافضل لازم وضروري جدا انك اول اش تخلي الابعاد متساوية فاذا بطلع عندي سنتيمتر سنتيمتر ديس متر مين الافضل انه اجي انا احولها افضل اني اجي انا احول احول سنتي سنتي ولا الديسي طبعا دائما نحولي انت من كبير لصغير لانه دائما اسهل فروح اذكروا معي طلعوا هون هاي عندنا هاي الابعاد وحدات قياس الطول اللي هي متر ديس متر سنتيمتر ملي متر هاي اللي بتلزمني ما بتلزمني للمساحة ولا بتلزمني الحجم المطلوب منكم بس المساحة فانتبهوا تدحول من ديس متر لسنتيمتر انا نازل عن الدرج في حالة نزول من كبير لصغير انا راح اضرب اذا لاني انزلت درجة واحدة انتبهوا معي نزلنا درجة واحدة اذا راح اضرب بس بعشرة عند التحويل لانه انا بس نزلت درجة واحدة انتبهوا معي اذا راح احول تلاتي ديس متر لسنتيمتر اني راح اضربها درجة بعشرة يساوي تلاتين سنتيمتر بما اني انا بحكي مطلوب منه هون جد حجم متوازم مستطيلات فعلى طول بكتب قانوني الحجم حجم متوازي مستطيلات راح اكتب القاعدة اللي هو يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع هلأ بعوض الطول عشرة بجيب تحت كلمة الطول بحط هنا عشرة ضرب العرض خمسة بحط هنا خمسة الارتفاع ما بحطه تلاتي ديس متر بحطه تلاتين لانا حولت انا من ديس متر لسنتيمتر هلأ الخطوة التانية بنا نكمل الحال ونطلع الاجابة الحجم في عندي اصفار بنزلهم على اليمين واحدة الخمسة خمسة خمسة ضرب ثلاث خمسة خمسة بس لانه هاي حجم والحجم دائما مكعب فضحط هنا الوحدة سنتيمتر مكعب هلا بنتقل لسؤال الثاني انتبه مع السؤال الثاني في عنه هون بهذا السؤال الثاني جد حجم مكعب طول ضلع خمسة سنتي فبما انه بحكي لي حجم مكعب على طول بكتب قانون حجم المكعب حجم المكعب يساوي الضلع تكعيب كم الطول معنا هون الضلع طول الضلع خمسة اذا باجي انا بكتب خمسة عليها تكعيب يما احكي خمسة مرفوع للقوة ثلاث يعني خمسة ضرب خمسة ضرب خمسة خمسة بخمسة خمسة وعشرين خمسة وعشرين ضرب خمسة يساوي رح نكتب الاجابة مية وخمسة وعشرين خمسة وعشرين ضرب بطل معي مية وخمسة وعشرين وما بنسى احط الوحدة لانها حجم الوحدة سنتيمتر مكعب في طلاب بيغلطوا بهذا السؤال بكتبولي خمسة ضرب ثلاث خمسة عشر غلط يا مس انا خمسة ضلع تكعيب يعني لازم اتكرر عدد ثلاث مره انتبهوا معي على السؤال الموجود هون برضو بحكي متوازم مستطيلات حجمه ستين متر مكعب وعرضه ثلاث متر وارتفاعه أربع متر أول شغلة طلعت عليها وطالب مني جاء طوله أول شغلة طلعت أو لفتت انتباهي انه وحلات القياس بدها تحويله ولا ما بدها تحويل متر 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 ما بدها تحويل اذا بس على طول بكتب القانون وبلش أطبق عليه حجم متوازي مستطيلات يساوي مستطيلات مستطيلات هلا منطبق جهة الليمين ما بدها تحويل رح نزيلها زي ما هي ستين يساوي ضل عندي هون طول ضرب ثلاثة بأربعة اتناش ممكن الطالب عن طريق التحزيل حتى يحكي لي خمسة ما فيه مشكلة ان الطول بطلا معي خمسة او انو اعمالها زي معادلة وانو بدل الطول اللي يحطو لي السين درب اتناش تساوي ستين معادلة عادية ساعت اتناش سين تساوي ستين بقسم على طناش على طناش اذا السين بهذا السؤال تساوي خمسة متر اللي هو ايش الخمسة متر هو الطول فايك انا بكون اوجطه الطول في المسئ اليامي اخر فكرة بالدرس مكعب وحجم مكعب 64 وحجم مكعب مكعب حجم مكعب يساوي الضلع تكعيب حجم مكعب 64 وحجم مكعب الضلع تكعيب يعني أن الضلع ضرب 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 الآن انتبهوا معي بسأل حالي سؤال انا لدي الاجابة 64 وفي عدد ضربة انا بنفسه ثلاث مرات فبطلع معي الناتش 64 فانا بذكر مين العدد اللي بضربه بنفسه ثلاث مرات بطلع 64 اكيد لو ذكرنا بطلع العدد أربعة ضرب أربعة طول الضلع بطلع 64 طول الضلع للمكعب هاد يساوي أربعة متر يامل طلابي الأعزاء هذا الدرس تابعون لي وحلوا للسؤال الجدول هناك سؤال جدول بعض الأسئلة الكتاب حلوا لي اياها والتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر